اول رئيس حكومة يستقي لمعارضته خيارات رئيس بوتفليق الاقتصادية طرح اسمه في الحراك لكنه لم يبادر احمد بن بيتور ضيف رواق السياسي اشتركوا في القناة اهلا بك سيد بن بيتور وشكرا لك على تلبية الدعوة اهلا بك بداية سيد بن بيتور اكثر من شهرين منذ انطلاق الحراك الذي يطالب بالتغيير السياسي الجذري في البلاد ما الذي حققه الحراك الى غاية اليوم هو ربما احسن طريقة لاستجابة لك نقولك نعطيك تشخيص قصير لحالة البلاد قبل 22 وكيف شرها اليوم لمنظر المجتمع المجتمع كان يعيش خمس امراض اولا غياب الاخلاق الجماعية ثانيا الفساد المعمم ثالثا العنف اللي اصبح الوسيلة المفضلة في الفصل في النزاعات بين الاشخاص بين مجموعة الاشخاص وبين مجموعة الاشخاص والدولة رابعا لا مبالاة اختراسي وخامسا القادرية لغالب هذه امراض المجتمع اللي كانت دركني نشوفه كيفاش ولت من بعد المسيحات لما نتكلم عن السلطة سلطة تميز بتلت عوامل العام الأول هو التسلط تراك معي وتصفق ولا نحسبك ضدي ونجند كل إمكانياتي لإسكاتك ومن ثم السلطة العليا ما تكونش عندها معلومات حقيقية على حالة البلاد مدام ما تسمع غير ليجي صفق لها ثانيا ما يسعبر عليه بالإرث الباتريموناليزم الفرنساوية هو نظام يكون في قايد تدور حوله مجموعات تتنافس فيما بينها لإرضاء القايد بينما يعتبر المجتمع كمجتمع متخلف ويرقى بالعمل السياسي ومن ثم بناء فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكم والخصوصية الثالثة في الجزائر هي الأبوية القايد يقول لك أنا بالشعب ومن ثم علاقتي مع شعبي تكون مباشرة ومن هنا كل ما هي كانت مؤسسة وسيطة بيني وبين الشعب أكانت حكومة أكانت برلمان أكانت إدارة كلما فاشلت كلما كنتوا في أحسن حال ومن ثم إفشال المؤسسات تركيبة السلطة في الجزائر تخلي ما عنداش معلومات حقيقية على حالة البلاد فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكم ومؤسسات فاشلة لما نجو اليوم بعد 22 شفنا باللي الأمراض بتاع المجتمع والحمد لله على الأقل في وقت المسيرة تخلصنا منهم يعني حقق المطالبه أو الجزء من هذه المطالب لا لا حقق المطالب فيما يخص التصرف في المجتمع نعم بحيث نشوف المسيرات تابتا فيه تضامن كبير بين الناس في مكانش فيه عنف إلى كل الأمراض الخمسة اللي قلتهم نعم اليوم ما مش واجدين لكن ماذا عني تمثيل سيد بن بيتور يعني هل سيسمت هل الحرك طويلا في ذل غيب تمثيل سمحين برك نكمل في موضوع هذا باش نفهم ممليح باللي كي نتائج في الحيرة تفضل هذه هي النتيجة النتيجة اليوم في وقت المسيرات خلصنا من هذه الأمراض نعمل تان هو لي موش هو هو نعمل على أن يكون هالتصرف اللي في الحراكة يكون تصرف دائم نعم فيما يخص التسلط ما أصبحش كانت تسلط مدام رانا نتكلمون نتكلموا بكل حورية باش نتكلموا على حالة أحوال مدير التحالي دونك هذا هم النتائج الإشكالي اللي متروحاوين يا الإشكالي اللي مجهة من ناحية السلطة القائمة السلطة القائمة ما استجابتش لكل متطلباته طبعا استجابت لي لا العودة الخامسة استجابت لي بعض المطالب يعني المطالب اللي كانت ترفيعت في الأسابيع الأولى ذهب رئيس الجمهورية ولكن مع الأسف الشديد لما ننظر إلى حالة تبات في تطبيق المادة 102 بدون نظر إلى كل مواد الأخرين تعد دستور لقد رحنا في عودة خامسة بدون مترشح تقليدي طيب أن نرجع لهذه النقطة سيد بن بيتور لكن هل ترى أن الحراك سيسمد طويلا في ظل غياب التمثيل يعني هل سيكون له نفس طويل هو نفس كله طويل وما كانوا طامعين ربما في رمضان يكون فيه مشاكل ما اسمه يمشوش وش فينا بالعكس في رمضان كانت فيه قفزة نوعية جديدة يسبح فيه التضامن يعني ألا يستدعي ذلك أن يكون هناك ممثل على وجه السرعة هذه الإشكالي ورها لما يوصل النتيجة نتاعه النسية التي تنجعه هي تغيير نظام الحكم بكامله لما جي تغيري نظام حكم لازم تشوف كيفاش تغيره ولازم تكون فيه مفاوضات بين القايمين على الحكم اللي باش يكون فيه التغيير وبينه ممثلي الحرك الحرك النظام القايم ويتفاوض معه فيه موضوع واحد فقط هو تغيير نظام الحكم بكاملها وليسا الاكتفاء بيتغير الأشخاص لازم تكون عنده ورق الطريق باش يقوم بهذه المفاوضة ثانيا لازم يكون عنده ناس اللي قادرين على التفاوض هذه خبرة التفاوض خاتش خبرة ومن هنا الشي اللي نقوله احنا نرى مستعدين باش نعطوهم الدعم الكافي باش يكتبوا ورق الطريق باش نحدونهم كيفية المفاوضات ولكن طبعا ما نش مستعدين باش نجوه في مكانهم طيب هنا سيد بن بيتور في هذا السياق لم نرى مبادرات مؤسسة من طرف الطبقة السياسية رغم انه الحراك طالب في عديد المرات بشخصيات وطنية لكن لا احد من هذه الشخصيات استجاب الى حد الان لا تخليني تفهمني الحراك الشبكات الاجتماعية اللي طلبت الحراك يعني لا حتى فيها بعض الشعارات اللي رهيت في الحراك طبعا هذلك شعارات داكر يعني فهمها ولكن قبل ما يكون هذا الشيء لازم يكون الحراك عنده ممثلين رسميين تتوى كيف يكون له ممثلين هذه هي الطريقة اللي يتفهم مئة حاجة وحاجة فيها لأبسط طريقة هو مثلا يكون ممثل في كل ولاية وبالتالي يكون فيها 48 ممثل يتلقوا في مكان ما في الجزائر في الززائر العاصمة ولا خارج ززائر العاصمة ويخرجوا من بينهم 48 هذه 2 ولا 3 هذه صعبة طبعا ولكن هذه من الوسائل اللي يقدروا يقدروا باللي كالناس ربما من غدوة لبعض غدوة في داخلهم كالناس اللي يترفعوا إلى مستوى تمثيل تمثيلوا الكلام باسم الحراك طيب هنا سيد بن بيتور هل السيد بن بيتور مع ضد إجراء الانتخابات في الرابع الجويليا المقبل لا مش ممكن هي أولا نظن وسائل تنظيم هذه الانتخابات تكون غايبة نعم يوم الانتخابات هذه باش تفهم مليح للإدارة تمشي في العملية للنس يروحوا يصوتوا هذه باش تكون ماضحة ولكن ورها الإشكالية الكذي أنا عندنا مشاكل كبيرة لا تحصلوا لتواعي تكلمت لك على المرد من تعالى المجتمع والمرد تعالى السلطة ما تكلمش على المرد تعالى الاقتصاد وبالتالي باش نخرجوا من الأزمة اللي رأنا فيها لازمنا فترة انتقالية وهذه الفترة انتقالية لماذا؟ لأنها لازم تكون عندها تحديد برامج الخروج بالأزمة يكون عندها تحديد كيفية تسير الانتخابات باش تكون الانتخابات نازهة إلى أخير نعم لك سيد بن بيسور في هذه الحالة سيتم الخروج عن الدستور ما كانش في خروج أولا خلينا باش من تكلمش بالزافة على قضية خروج الدستور الدستور عمول ما دخلوا فيه باش يخرجوا منه هي نقطة تستدعي توقف عندها الخروج عن الدستور أم تبسك بالدستور شو أولا ما بين الف وتسعمائة وخمسة وستين نعم و الف وتسعمائة وسبعين كانت لازمت بيدون دستور كامل نعم كاش مصرا صح لو نجو لتغيير الدستور باش نحينا العهدتين خليها مفتوحة نعم كاش ما فيه استشارة للشعب ما كانش فيه استشارة ما كانش فيه وبالتالي ما كانش احترام الدستور لما نجينا الترشح للعهداء الرابعة المترشح ما كانش عنده ولا شرط واحد لي يقبل الملف انتاعه ولكن ما احترناش الدستور نعم ويس قبلوه وفات حتى في العهداء الخامسة كان ماشيين في هالو كان مخرش شارع وكان ماشيين كانوا مشاهو وقال جابك ملايين من الإمضاءات إلى آخره وكنا ماشيين فيه انتخابات وبالتالي وبالتالي هذه فكرة احترام الدستور بالعبارة اللي رامجاج جايبينها يعني تبقى في المادة 102 ماشي يليا حتخرج البلد من الأزمة كنت تكلمي على 102 معناها باللي كين ميات مادة ومادة قبله وكين مادات بعده وبالتالي احنا نجب ان تكونوا في قراءة متأنية للدستور باش يكون فيها الثابات بين الحل السياسي بدون يعني البعد كبير على الدستور كين فيه مواد كين فيه مواد هما بنفسهم الناس اللي قايمين على الحكم اليوم تكلموا قالوا بالليمشوا بمادية 102 والسبعة والثمانية ولكن مع الاسف الشديد ماشي فينا ولا شيء خارج من السبعة والثمانية إلى حد الآن رامقينها في 102 فقط ولهذا راني نقول باللي راماشين إلا ما خاطر لا تحصى ولا توعد ولازم الناس اللي قايمين بالنظام الحكم يفهموا باللي اللي كان يبقوا على هذه الحالة راح يخرجوا مهما كان أمر من الحكم ولكن يخرجوا بصفة عنفية بينما اليوم عندهم ميكانيات باش يخرجوا بصفة سنوية في خائرات أخرى نعم طيب هنا المؤسسة العسكرية اللي هي حاليا تلح على البقاء ذي من الأطورة السورية نعم نعم ما رأيك لا هي لازم تفهم مؤسسة العسكرية والقيادة نتعلموا أسسة العسكرية باش تفهموا مني لازم يفهموا باللي البلاد في حاجة إلى حل سياسي مدام راكي فيه مشاكل سياسي ولازم يكون فيه يخرج البلاد من الأزمات نقول لك هناك أزمات في المجتمع عاودوا نقول لها دايما في الحكم وكذلك في الاقتصاد نعم ومن هنا لازم مرحلة انتقالية لتحضير الظروف الملائمة لانتخابات ليه كيفاش رحين كيفاش رحين تختاروا رئيس في مدة شهرين خلنا شهرين من يعني نحن في حالة سباق مع الزمن طيب هنا يا سيد بن بيتور كيف تقرأ خطابات الجيش منذ بداية الحراك خطابات الجيش رماشي خطوة في خطوة نعم ولكن لازم يفهم باللي ما يقدرش تطيله في هذه الحالة لأنه كان تطيله في هذه الحالة كان حاجة مهمة لازم يفكروا فيها كلما أطل الوقت كلما كانت المتطلبات متزايدة نعم سقف المطالب غير محدد إلى غاية الآن سقف المطالب في الحراكة المحدد هذا هو عليك نور وبالتالي معناه كلما أطلنا في المسار هذا اللي رأنا فيه نعم كلما كانت المطالب أكثر وأكثر وكلما كانت الحلول أصعب فأصعب ومن هنا عليه لازم يفهموا من صالحهم وطبعا من صالح البلاد باش نمشوا إلى مرحلة انتقالية متفاوض عليها هل فيها يعني آلية واضحة تزوج بين الحل السياسي والحل الدستوري الذي دعا إليه البعض هذا هو قتلك يكون فيه مفاوضات على تغيير نظام الحكم بصفة سلسة وكاين يعني في الدستور كاين مادة سبعة ومادة ثم تخلي مادام قال مادة سبعة تخلي القيادة السيادة للشعب والمادة ثمانية تقول تسيد المؤسسات من صالح الشعب ومن ثم نقدر نقاوب اللي كان فيه إمكان نمشوا المادة 102 بمرحلة انتقالية ومرحلة انتقالية نقول لك البرامج تحها هو تحديد أوراق الطريق للخروج من الأزمة تعيين حكومة بس كاللزم يكون في تعيين حكومة انتقالية وهذه الطلب وقت ويكون فيها اختيارات مليحة وزيد لها كيفية تسيير الانتخابات باش يكون فيها نزالها كاملة وخيارات لصالح الشعب ذكرت سيد بن بيتور أن البلاد تعيش أزمة هي من المعلوم أنها أزمة سياسية حاليا وأزمة اقتصادية أيضا هناك أيضا لدينا تجربة سابقة ربما في التسعينيات تجربة غير إيجابية مع المرحلة الانتقالية التي مرت بها الجزائر السلطة اليوم تحاول سد أي ثغرة قد تقودنا إلى سيناريوهات أخرى غير محسوبة العواقب في المقابل لا أحد من طرف يعني في المقابل لا أحد من طرف سواء المجتمع المدني أو الطبقة السياسية لم يقدم أو لم يبدي مرونة للعبور إلى بر الأمان لا هذا هي ما نقول للمرونة المضي إلى بر الأمان هو تحديد مرحلة انتقالية باش نحضروا فيها إمكانيات انتخابات نازهة باش يجب فيها رئيس الجمهورية لم يرقى أيضا الحوار التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح استجابة لا من الطبقة السياسية ولا من المجتمع المدني كيف يمكن الاستجابة لمتطلبات الحراك مدام كما ذكرت سابقا أنه سقف المطالب غير محدد يعني كل جمعة تظهر مطالب أخرى ومطالب جديدة أولا ما نشفي وقت الحوار الوقت الحوار فات منذ زمن نشتعوري على واش لأننا في وقت المفاوضات من أجل تغيير نظام الحكم بكامله هذه هي الحكاية وبالتالي لازم يكون فيه عند الحراك ونعودها بلك مرتين ونثلات أو لأربعة اليوم لازم يكون عند الحراك ممثلين في المستوى المقبول باش يقدروا يتفاوضوا على طريقة تغيير نظام الحكم بكامله لأنه كتجي أنا دخل البيت لازم الرفاية يخرج منها نعم نشوف ما هي الطريقة اللي باش ندخل والطريقة اللي هو باش يخرج وإلا ما تكون مشاكل ولا تحصل ولا توعد هل تعتقد بأن شعار ربما كما قيل في أشارع يتنحى وقع هو الحل؟ لا مش يتنحى وقع الدور قع واش هو قع هو مش محدد مش محدد قع وانا مش كون محدد قع بدات مش مش لغة مش لغة يعني هذي هذك شعار فرقوا بين الشعارات وبين وسائل الحل وسائل الحل لتكون مضبوطة علميا وباش نعرفو كيفاش هو الطريق اللي نمشوها باش مشو الحل باش يروحوا قع شكون قع دور نعم منش عارفين بشكون قع ربما هي رموز النظام أو الأسماء التي ارتبطت بنا وابيرض من موز النظام هذا المشارع نقول أنا على التنصي ما نغلطوش غلطة كبيرة لازم تغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص كي تقول لي روحوا قاع تبقى في تغيير الأشخاص بينما حاجة للبلاد في حاجة إلى تغيير نظام الحكم بكامله الحكم اللي بعد بحبوحها مالية في مستوى لباس به وصل البلاد إلى هذه الحالة مش هو اللي ممكن أنه يخرجها من الأزمة مهما كانت نوعية الناس اللي قايمة بتسير تاو لأنه النظام بتفسه فسل طيب سيد بن بيتور هل فتح ملفات الفساد خطوة إيجابية نحو جزائر جديدة؟ لا هي شوفي أولا بجد كل ممليحة لحل الفساد لازم يكون فيه الفرق في بيد السلطة تنفيذية من جهة والسلطة تعالى العدالة نعم لازم يكون فيه فرق بينها معزل بينها بحرية تامة ومتم يمشوفه في الطريق تحم هو حاجتين اتنين ملزومين أولا الفرق في هذه الاتنين وكذلك تنفيذ قرارات القاضي مش يكون القاضي باستقل وقراراته تلفد هذا اللي مطلوب نعم اليوم بدأوا بهذه العملية معلش فنعم في هذه العملية هذه فنعم ولكن ما تكفيش لأنه لو نرجع إلى تحديد حالة الدولة اليوم نعبر عليها بالدولة ممياعة فيها تأسيس الفساد الفساد أصبح مؤسس مسمحش غير تصرف لأنه كان فرق بين التصرف وبين التأسيس الفساد أصبح مؤسس ومن ثاني مؤسسة ومن هنا مكافحة الفساد تأتي عن طريق تغيير المؤسسة لكن هي ربما سابقة في تاريخ الجزائر محاسبة شخصية هذه خطوة أولى ولكن نفهم ممليح باللي مش هذه الخطوة اللي راح توصلنا إلى القضاء الفساد مهما كان من أمر لكنها خطوة إيجابية إيجابية طبعا طبعا هني قلت لكم من اللي لازم نمشو لازم بعد نفهمه باللي العمل اللي تعناه هو الفصل في السلطة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هذه من الجهة ومن الجهة واحدة آخر تنفيذ قرارات القاضي باش يكون كي يأخذ القاضي قرارات لازم تنفذ في الميدان سيد بن بيتور طرح اسمه كشخصية لقيادة المرحلة الانتقالية لكن لم نرى سيد بن بيتور أو لم يبادر سيد بن بيتور مش مبادر طرح اسمك في أكثر من مرة ربما تبادر لإيجاد حل أو تكون كشخصية وطنية من بين الشخصية يعني هل أنت مستعد لقيادة المرحلة الانتقالية لا فهمت ونعاود ونعاود اليوم وقول لك أنا مستعد لعاون الناس في المرحلة الانتقالية كتابة أولاق الطريق كل ما هي وسائل تسيرتها ولكي تحمل المسئوليات اليوم الشارع ما هو قابل لباش أي واحد يتحمل المسئوليات في مكانه واليوم توازن القوى راح بين شكون وهي ربما مسئولية تاريخية لا مسئولية تاريخية طبعا ومسئولية تاريخية كبيرة ولكن توازن القوى ما الذي راح بين شكون وشكون بين السلطة القائمة التي هي رئاس الجمهورية والجيش من جهة وبالتالي إذا كان الشارع محددش من هو المسؤول نتاعه اللي يمتلو والنظام الحكم محددش من هو المسؤول نتاعه من اللي يتفاوض سامحي سيد بن بيتور ربما عندي تدخل بسيط أن الشارع لا يستطيع أن يحدد ربما لا يستطيع أن يحدد لأن المطالب كما قلت رهي كل أسبوع تكون مطالب جديدة وأيضا طرحت بعض الشخصيات يعني كل واحد رهي يرشح شخصية توفقية لقيادة المرحلة الانتقالية سيد بن بيتور كان من ضمن هذه الشخصيات لكن ربما ألا تعتقد بأن الوضع يستدعي أن تكون فيه نوع من لا نقول أنها جرأة ولكن مبادرة طيبة لحل حالة الوضع بما أنك ذكرت أن أنا في سباق مع الزمن سمحيني نقول لك أولا إذا قلت لي رأم أنا نضع لا أسمي ما تكونش عن الأخرين قلت لي بالشارع يقول بللي لازم يكون ما هذا وش معناه؟ معناه بللي رأم عنده ثقة في إمكانيتي أنا عندي البرنامج لخروج من الأزمة ما عندي كل شواء ولكن مرحبشين طب طب في باب حكم ونقول ورواحة خليني ندخل هذا هو لازم كما قلت لك لازم تكون فيه مفاوضات بين ممثلين الشارع وبين القيبين على الحكم لما يوصلوا إلى نتيجة قبول برحالة انتقالية ويحتاجوا الناس فيها نشوفوا كيف أشهدك الوقت ما كان لنجاوب اليوم عن السؤال بصفة مباشرة ولكن مهما كان من أمر مهما كان من أمر السيد بن بيتور مستعد للاستجابة لمطالب الشعب أو للتدخل لإنقاذ الوضع أو لحالة الوضع الراهن طيب هنا ننتقل إلى نقطة أخرى هل يمكن التوافق على مرشح الإجماع بين أطياف المعارضة؟ لا لا نظنش شفتنا ندد التجارب دمنا المؤسسة اللي كانت فيها خمسة زايد واحد خمسة حزاب زايد واحد نعم مشينا اللي قالوا أنت عمازة أفران ومن بعد كي جاءت الانتخابات تشريعية تفرقت حتى ما جرى أمس ربما إنعكاس لذلك بعد جولة من الاجتماعات وكذلك بين المعارضة أمس ظهر خلاف جديد بين المعارضة اللي هي ربما تفوت على نفسها فرصة تاريخية للتكتل أو التوحد لا هي هذه ما لازمش هنا نتحدث عن الإسلاميين بالتحديد طبيعة الحال لا هي ذا كل ما لازمش يكون فيه مترشح للمجموعة كلها لا لا كل واحد يترشح كما يقدر يترشح ويكون فيه تنافس لكن فيه مترشح واحد ربما تكون فيه قوة لأنه لا قضية برامج عليها نقول لكم مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية باش يكون فيه شرح البرامج اللي تخرج البلد من الأزمة وبالتالي لما الناس يروحوا للصندوق يعودوا عندهم وعي كبير ما هو نوعية البرنامج اللي يصوتوا عليه مش مش شخص برك لازم برنامج وقدرة الشخص على تجسيد هداك البرنامج هداهو انتخابات واشي معنى انتخابات مش برك قال شخص نقوله فلان ولا فلتان ومن هنا مناش محتاجين باش يكون فيه مرشح واحد لكل المجتمعات خلوا كل واحد لا كل المعارضة خلوا كل واحد يترشح وفي ذلك فيه تنافس المتنافسون طيب هنا اين يكمن المشكلة الاحزاب والقوى المعارضة وانتم جزء منها اين هو الخلل انا امانش جزء من هذا لانهو ان عبارة المعارضة بدات من شايفها المعارضة معنارك في نظام ديمقراطي نعم وكاين اغلبية في البرلمان شد الحكم وكاين معارضة تستنى باش توصل الحكم هادي موش غير واجد فيه الناس اللي طالبين بتغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بطير الشخص هذا هو اللي يعني فيه هنا مع الناس اللي طالبين بتغيير نظام الحكم بكامله لانه شايف ما فيش حل واحد اخر لخروج من الازمات بدون تغيير نظام الحكم بكامله طيب هنا ننتقل الى محور اخر او شق اخر لا يمكن ان نفوت الفرصة بحضوركم معنا دون الالتفات الى الوضع الاقتصادي حذرت مؤخرا من دخول الجزائر او مواجهة الجزائر لمشكل مالي عويس نهاية الفين او بعد نفاذ احتياطي الصرف في الفين واحد وعشرين انا كيف يمكن تدارك الوضع من الان هو اولا نجب نفهمه علاش رانا ما شيل المشاك احنا مداخل تصدير مداخل من تصدير في الجزائر جين من المحروقات تصدير المحروقات وتصدير المحروقات فيها العملة الصعبة وفيها تعني ما يسمى بالجباية البترولية اللي هي جزء كبير في تغطية مصارف الميزانية اليوم بنخفاض الانتاج منذ الفين وستاء وهو انخفاض المحروقات في ساير زيديه منذ الفين وربع عشر زاد نخفاض الاسعار ومن تم مداخل تصدير المحروقات منخفضت من 63 مليار دولار في ٢٠١٠ إلى سبعة وعشرين مليار دولار في ٢٠١١ ومراحيش ترتفع على هذا المستوى في المدى المتوسط والبعيد بالعكس لها تنحفض بقوة نعم وبالتالي اليوم كيف أشرح؟ اليوم صبحنا في عجز في ميزان التجاري وهذه حاجة جديدة بلد مصدر للمحروقات يكون عنده العجز في الميزان التجاري نعم اللي يصدر للمحروقات يكون عنده عجز اليوم عندنا العجز مع الأسف وهذه العجز ما يقدرش يتمول بالقروض يعني تاوحد ما يسلفك بشري الجمح وتاوحد ما يسلفك بشري السكر وتاوحد ما يسلفك بشري الزيت نعم وبالتالي لازم نجيبوهم شيء واحدة أخرى هما واش عم يديرو هم يقتطفوا من المخزون تعلاملة صعبة وكمية الاختطاف سنوين راح توصل في ٢٠١١ إلى ما يكونش فيه الحجم هذا المخزون تعلاملة صعبة يكون ضبط تماما وبالتالي نصبحوه في ندرة واسمه المواد في السوق ومدام راح فيه تمويل واسمه بدون واسمه مونتير نقدي مدام فيه تمويل نقدي راح نصبحوه في تدخم كبير بعد ٢٠٢١ لأنه تكون يعطولك إمكانية الشري ولكن ما تلقيش سلعة في السوق وبالتالي هذه السرعة اللي كانت سوى ١٠١ واللي سوى ٤٤٤ وبالتالي هذا اللي كان يرى المطروحة في ٢٠١ ومن هنا أنا حدرت في ٢٠١ ونتبلي في ٢٠١١ راح نكونوا في ندرة تمويل تمويل عفوان بالله نعم ما سمعوا ليش قالوا كدير التخويف راح نلباس علينا واليوم كل ما هذه تاني حاجة مهمة للمرحلة الانتقالية كل أسبوع اللي يفوت راح نخلصه بأسابيع بعد ٢٠٢١ من الصعوبة لأنه واش لازم؟ لازم تدري فيه واسموا ما جاءت عبارة لا لا لازم تكون فيه سياسة تقشف نعم لازم تكون فيه سياسة تقشف وهذه السياسة تقشف لازم تكون فيه سياسة تقشف سياسة تقشف هذه تطلب يكون فيه توافق تام بين المواطنين وبين الحكام باش يمشوا هذيك سياسة تقشف كيف يمكن تدارك الوضع يعني بشكل من الآن؟ بشكل عاجل ومن الآن؟ لازم تكون في مرحلة انتقالية نحضروا فيها ورقة طريق برنامج نعم هنا البرنامج الواجد أنا كتبت كتاب في ٢٠١١ سميته جزائر الأمل نعم اللي يكون فيه لمركزية القرار في استثمارات وتكون فيه يعني تشجيع كبير الاستثمارات يعني برنامج كلها متكاملة سياسة فلاحية لأنه اليوم مع الأسف الشديد من ناحية الاستهلاك نعم ٧٥ في البنية من الكارلوناية اللي نستهلكم جئين من الخارج ومن ثم لازم نزرعه مع أنه عندنا إمكانيات هائلة في الزائر هذا هو كتبول لكم لازم تكون عندنا زراعة لتكون في المستوى المقبول نعم ما نمشوش حتى الاكتفاءة الذاتية ولكن نمشو على الأمن الغذائي هذي كائن سياسة سياحة احنا بلد سياحة فيها ٢٠٢٠ كيلومتر في البحر في عدة مناطق يعني يعني عندنا خيارات كثيرة يجب فقط الاستثمار في عدة مجالات اللي خاصناه هو كفاءة التسيير نعم على المستوى العالي للدولة مع الأسف الشديد ما زال ملحقناش إلى كفاءة في التسيير وراي ما تكلمتش على التحولات الكبرى في المعرفة في الخارج اللي راح تفرض نفسها ليبرنا في الثورة الصناعية الرابعة نعم اللي هي طورة الإعلام يعني ما زالنا متأخرين كثيرا متأخرين بكثير كثير كثير ولهذا نحتاج إلى قيادات في مستوى عالي من المعرفة مش قيادات بركة لأنه لما تكون في القيادات هم يقدروا يختاروا الكفاءات للازمة مثلا نرى نقول اللي على رئاسة الجمهورية يكون عندها ربع محافظات سامية محافظة سامية للابتكار نعم وسياسات التقاوية محافظة سامية لتشجيع الخبرات الوطنية محافظة سامية لكتابة أوراق الطريق للبرامج الحكومية نعم محافظة سامية لتشجيع الكفاءات قلت محافظة سامية للطاقة لتشجيع الكفاءات لكتابة أوراق الطريق لبرامج المواطنة لتكوين المواطنة عند المواطنين هذه المؤسسات تكون في خدمة رئاسة الجمهورية لكي يكونوا ماشيين في المستوى المطلوب العالميا واستغلاء الكفاءات أيضا ما ذكرت سيد بن بيتور هل ترى أنه من أخطاء السلطة السياسية في العهد السابق هو تسيس الاقتصاد؟ كما يقول البعض طبعا طبعا هي خيارات اقتصادية في وقت لما كانت هذه الأخطيارات اللايقة هذه هي الإشكال التي طرحت طيب هنا سيد بن بيتور دعنا نعود إلى فترة سابقة ربما ما رحش نطول فيها ولكن نعرج عليها بما أننا فتحنا القوس مرحبا هل استقالة سيد بن بيتور في الوقت السابق من رئاسة الحكومة كانت بسبب رفض السيد بن بيتور الحجب عن صلاحياته أم لأسباب أخرى أو تراكمات؟ لا هي أولا أنا كان صعب باش نقبل ولكن باش قبلت بعد كنا في رمضان من العصر حتى الخمس ساعات ما افترناه هولو أنا مع الرئيس وتفاهم باش قبلت له خاتش قال لي أنت تكلف بالداخل وانت تكلف بالخارج كي بدنا بدأت سلاحيات ما كان ولكن الحاجة اللي كان داي من شاركي ما يقول بفرنساوي حاجة اللي تخليكت هو كان بقي يدير لأحكي الليلواء بار لوردونانس بالآوامر نعم القوانين بالآوامر نعم القوانين بالآوامر علي كنور أنا قلت له لا لا مش ممكن باش نديروا القوانين بالآوامر وكاين حكومة وكاين برلمان وكاين رئاسة ومن ثم هذك الوقت هذي اللي كانت تسبب النقطة التي أفضت الكأس لاستقالة سيد بن بيتور هكي لقيت العبارة اللي ما لقيت هشان طيب هنا أيضا ربما أعود إلى نقطة أخرى هل عدم تأسيس سيد بن بيتور حزب سياسي كان استجابة لنصيحة رئيس بوتفليقة عند استقالتكم؟ ربما هي إحدى الوصيتين التي أوصاك بهم الرئيس صح 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 كما تلقينا هذيك بعد الاستقالة تلقينا كنا نحكيه شوية حكالي على تجربته في الوحدة وقال لي بين نصيحة قال لي نصحك باللي ما ديرش حزب لا مش هذيك لأنه كي تديري حزب يقدرش يعطوك الرخصة وإذا أعطوك الرخصة سأديرها مديرين لك داخل الحزب الناس اللي يكسروه لك وبالتالي ما نش في حاجة والحمد لله هكي تشوفوا اليوم ما عنديش حزب ولكن عندي تواجد عند المواطنين بقوة نعم لو كان ندي حزب لو كان مغلوق في حزب يعني سؤال يعني عدم تأسيسكم حزب يعني فقط بسبب مخاوف من العلاق الإدارية طعم العلاق الإدارية والعلاق العملية تاني يدخلو لك في الحزب ناس اللي يجوي يكسروه لك تبقى يتعادي فيه مشكلة تسير الحزب بينما هو العمل التعاكس السياسي هو خراج البلد من الآزمات اللي كانت فيها مشي تسير الحزب نختم بآخر سؤال لسيد بن بيتور هل سيد بن بيتور متفائل من مصار التحول اليوم في الجزائر بعد 22 أبريل نقدر نقول لك أقل تشاؤم من قبل 21 فبراير أقل تشاؤم بكثير ولكن مع الأسف الشديد ما زال النظام القائم ما استجابش لكل متطلبات للشارع ولكن رانا في الطريق سليم إن شاء الله وأنا متأكد باللي الشارع يبقى على هذه الحالة اللي راه فيها يبقى ثابت يبقى متنظم وهذا الشي يبقى له في وقت من ما لازموا يعين مسؤولين وورق الطريق باش يتفاوض مع نظام الحكم لما يوصل إلى أن نظام الحكم قبل باللي لازم يخرج من الحكم هل سيترشح سيد بن بيتور إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هل عن أم لا؟ وين تكونوا هذة الانتخابات؟ ربما بعد إذا تقول لي مقبلة رسمية رأيها في جميلة وانا ما ترشعش في جميلة طبعا لا ليس في جميلة ربما في المرحلة القادمة نكلموا فيها في وقتها إن شاء الله مرحبا بك في أي وقت شكرا جزيلا لك سيد أحمد بن بيتور كنت ضيفنا رئيس حكومة سابق شكرا لك وصحف تورك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة